اهلا بحضر لكم بعد الفاصل موجود معه متواصل معه لما الاصابة طولت هو فضل ان يروح يلعب في السكة الحديد لما راح يلعب في السكة الحديد كان المقولين العرب كان الالومبي كل الانداء الاسماعيلي كل الانداء الكبيرة دي كانت عاوزا يلعب عندهم هو كان يصمم يلعب مع نادي السكة الحديد وخده مطلع من الدرجة التانية للدرجة الاولى وبعد كده نادي زمالك خده يعني يبقى بهذا التاريخ وصاحب أسرع هدف في تاريخ الأمم الأفريقية عارفيني عن ده يعني حدث بيبقى حدث كبير اول لو في اي حتة نية في العالم كان عملوله هيصة وزنبليطة انما احنا عندنا هنا عشان المسؤولين عن الرياضة ومسؤولين عن الكرة في مصر ولا هم هنا انا زي ما قلت لكم في البداية هم بيفكروا هياخدوا ايه بيشاهدوا ايه هالناس دي هي لعبة كرة قدم مالبسو الشرط يبقى ازاي هيقدروا يجيبوا الناس الكويسة اخلاق مفيش بعد كده بسم الله ما شاء الله راجل ملتزم في كل شيء راجل بيعرف ربنا راجل بقولك ما اسمعنا لوش اي مشكلة حصلت على مستوى الساحة الرياضية سواء في النادي الاهلي او في السكة الحديد او في نادي الزمالك وبطل في هدوء وبالراحة وكان عمد تجربة احترافة احتراف في عمان ازاك يا ايمان ازاك كابت المصطفى اخبارك ايه الحمد لله تمام اولنا بشكر حضرتك طبعا انا شرف كبير ليا طبعا انا قاعد مع كابت المتخم ونجم مصر كابت المصطفى عبدو اللي ليه افضل علينا شخصيا بعد ربنا سبحانه وتعالى ويمكن كنت قد ولية في ايام ما كنت في ناشئين النادي الاهلي وكنت اتسعدت مع حضرتك فوق وكنت فعلا يعني زي ما تقول كأن احنا يعني ولادك واخوتك الزغارين ربنا خليك واشكرك على المقدمة الكبيرة ديت واشكر السادة المشاهدين طبعا في اللقاء النهاردة ان شاء الله ان شاء الله ايما احنا في بداية حلقتنا بان لما بنسأل الضرف بنقوله انت بدايتك لعبت كرة لعبت كرة في الشارع ولا في الحارة ولا في مركز شباب ولا 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 ايه اول ما بدأت كرة كابت المصطفى طبعا يعني اللي لعب كرة واللي طبعا عايز المعشوقة الاول هي كرة القدم طبعا لازم يلعب في الشارع لازم لعبت في الشارع كرة السفين جدية والعبنا على اسفلته والعبنا في ملاعب كان ما كانش فيها طبعا كان تراب كلها فالحاجات دي كلنا مرينا بيها وكنا دايما نهرب من اهلنا عشو روح نلعب في الملاعب دي هل اهل الأسرة كانت بيضايقك في انك في خروب الكلام دا؟ جدا جدا كان اهم حاجة عندهم ان الشهادة والدراسة دي العام غير دلوقتي دلوقتي ان انا عايز اشوف ابني مو صلاحة تاني انت سمعت المقولة اللي كان بتقال ابا ابني لو نفات لو فلحت بعد انت بتلعب كرة كتير من والدتي والدي يعني وفعلا انا كنت انت الحاجات دي كنت انا بخبي لما ارز شنطة التدريب وورا الباب كنت بخبيها كده في زي فتين كده معمول كنت خبيها تحبيه والنازل لعب لأ كان في راحت النادي بقى الشارع كنت كان سهل عشان انا ايه نازل تشير حاجة اه والبس بتاع افو ايه وخلاص نازل درس ومستعادة كنا الدرس ما نروحش ونروح نلعب فطبعا الحاجات دي لازم تمر بيها كلعيب كرة الممرش باللي يبقى ما لعيبش كرة يعني هتة الشارع ديت وكرة ستفينج اساس طبعا كانت اساس المهارة كمان طبعا حتى الناس اللي كنت بلعب معها دلوقتي في سن دلوقتي بيفكرون ولسه كنت مقابل مثلا واحد دكتور كان صاحبي اه كميلا معك في الشارع اه انت كملت وانا رحت للدكتور فالدكتور انا يعني غارس فيها غارزة اه ودكتور اوزن وحنجرة يعني هلو انت بتلعب مع الناس اللي كانوا مقابلت في الشارع كان فيه معاك نجوم كانوا ممكن يوصلوا لاي مرحلة من المراحل اللي انت وصلت لها فيه كابتن موهب كتيرة يعني من الناس اللي كانت موجودة معانا فيه كان خالد مرسي فيه كان محمد عبدالعزيز لأ عمر عبدالله كان الشرعي هو ده الدكتور فطبعا اه كان برضو بالنسبة لحمادة عبدالرازق الناس دي كلها كانت مواهبة كتير بس المواهب المين اللي يكتشف المواهب انت من الشرعية لا انا احنا كنا هنا عشان شغل والدي كان هنا فاتنقلنا بشغله روحنا الشرعية فانا اصلا جزور الشرعية فطبعا لما روحنا الشرعية قعدنا في الزأزيق فبالتالي استقررينا شوية ايزاته كلنا عاديين في حديق القبة الاول فا استقررنا بقى كان في الحديق القبة في شارع دير الملاكة كنت في ماداسة النقرشي فطبعا حاجة بالكرة بقى حاجات منديت وخاتب التواص والحاجات من ديه كان على الأد هي كنادي شرقية أو مركز شباب أنا خدوني مركز شباب أنا طلعت من مركز شباب كان سنك كم سنة؟ كان لعبت أو اللعب الليه كان 15 سنة يعني أنت بتلعب في الشارع من سنك 10 سنين مثلا؟ 10 سنين وأقل كمان كنت أروح أتفرج بقى على الناس اللي بيلعبوا في الشارع كان ماشاء الله يعني كان فرق أحياء وبتاع حاجة كده مواهبة كنت يعني كمان كنت أروح أتفرج عليهم كنت أنا يعني يمكن قصير كده شوية وكانوا من الحمد لله الواحد موهبة بتاعته كانوا يواخدوني أنا بتأدي كده تلعب مع في الناس الكبير بقى الناس الكبير كانوا نحبوا جدا أن أنا أبقى معهم لو أدى هيبقى لعيب كويس فطبعا أنا الحمد لله يعني كان ناس اتكلمت بقى أن أنا أروح مين يتكلموا وقالك تعالى أي من نروح مركز الشباب ده مركز الشباب ده حينطاقك كان فيه واحد زمان عندنا اسمه جمال شواش جمال شواش ده كان بيلعب أصلا في الشرقية وكان كابتن لوفا كان بيلعب في الدولة الممتاز فوق الشرقية كابتن لوفا راح إسماعيلي فترة كان لايه في القناة شوية كان لايه في القناة يوم كابتن لوفا ما شاء الله ربني دلوسك فشافك فقالك تعالى وديك مركز الشباب كان عايزني الأول في الشرقية فقالك لا بلاش الشرقية كانت المسافة بينك وبين ما فيش ربع ساعة ربع ساعة فبالتالي كابتن يعني برضو يعني يمكن اتأخرت شوية وانا كنت برفل لان برضو ايه هتروح وتقفل على نفسك في نادي لا لعب الشرق كان الناس والجمهور يقضي يتفرج عليك وقدي كده ودي كانت موت على وحدها فروحت انا لوحدي بقى مركز شباب لوحدي كده ما حدش قالك تعالى وديك مركز شباب ما حدش قال لي لا روحت لوحدي فيه اختبارات فانا عايز اخش زي الانديما فيحصل في الفترة اللي هي بتاعت السبدي روحت الاختبارات وانا كام 15 سنة بقى ودخل كده السحب وعملت استمارة البيت عامدك كان يعرف ولا روحت ولا حد يعرف خالص روحت ماشي وعادت وعادت مع الناس فروحت اختبرت طبعا الماتش الاولاني يعني الحمد لله نص نص يعني لسه الهبة بتاعته فالماتش التاني برضو احسن شوية فبالتالي الناس اللي عاديين برا قالك دول يمشوا ودول يعودهم اللي مشوا انا كنت واحد منهم انت مشيت مش امشي بقى خلاص واخد نفسي بعض وامشي وروحت لافف من ورا المرمى كده وروحت قاعد مع الناس اللي هم اللي اختاروهم ماخدوش بقى لهم ولا هم بالشكل كده وتعالوا كده المجموعة دي والمجموعة دي شكر لوحت قاعد معاه فعملوا ايه عملوا جيم برضو صغير كده كسرت الدنيا كابتن فكله قالك هو ده فقالوا لي تعالى مدرب بقى كابتن سعد عبد العظيم وكابتن عبد سلام محمد كابتن عبد سلام الله يرحمهم يا رب الله يرحمهم وكابتن سعد الاخرس كمان كان برضو موجود في ضمن اللجنة اللي بتختار لي وانتو تعبوا مركز كان بيغضوكوا يغضوكوا الاندية بقى بياختياركم من المركز الشباب بيوزعوكوا على الاندية؟ في ناس بتوزع على الاندية على الاندية الشرقية والاندية المحيطة وبرة كمان للزمالك والاهلي فطبعا اختاروا قالك لا انا مش تعلم انا مش قلتلك انت امشي قلتول لأ ما انا لفت بقى ورجعت مع دول ان انا عايز ايه عايز اكمل فطبعا قال لي لا انت يعني انت اللي ماشيناك قلتلو اه اللي ماشي تولي قاعدوا يتحكوا ومش عارفين قالك تب تعالى خلاص انت اختارناك مع المك بس كسرت الدنيا في الجيم التالت ده الجيم التالت خدت بقى خلاص على المكان والرهبة كمان هيكتبوا كده فقالك لا احنا نخدم فانا بقى جبت زمالي دول وزمالي كلنا منطقة واحدة وزمالي يجيبوا زمالي بقينا المنطقة واحدة بنلعب مع بعض في الشارع وبقينا كلنا كلنا بنلعب مع بعض في مركز الشباب